حياكم الله أصدقاء وإياكم أناس لا تنسى الصلاة عن النبي أهم أخبار منتخب العراق لهذا اليوم خليك وإياه النهاية الفيديو يكبس على اللايك واشترك بالقناة الإعلام السعودي التركي الشديد يكون من الرياض عاصمة المملكة السعودية العظيمة بلاد الرافدين أهلا في عراقنا العزيز نستشعر الحب الكبير الذي تكنونه لنا ونبادلكم الحب ذاته ونستشعر الفرح الذي يغمر أهلنا في عراقنا الحبيب وهم يستقبلون نصرنا الكبير الذي يحط رحاله في أرض الحضارة والثقافة والتاريخ اليوم زرناكم في أرضنا وغدا سنبتهج بحضوركم في أرضكم الرياض الجماهير الأردنية متعجبة من مستوى التنظيم والحضور الجماهير في العراق خاصة بمباراة النصر السعودي والشرطة العراقي وجمع ملاعب العراق بمختلف المدن بعض الجماهير الأردنية الشقيقة تطالب الاتحاد الأردني لأخذ الخبرات من الاتحاد العراق لتطوير دورهم أحدهم كتب ملاعب خرافية نعم إنه العراق العظيم وجمهوره راقي والآخر كتب من نصر الأردن مليون تحية للعراق على هذا التنظيم والجمهور الأكثر من رائع نادي النصر أعلن إقالة المدرب لويس كاسروب على التعادل أمام الشرطة العراقي في دورة أبطال آسيا النخبة طبعا نادي الجوية العراقي من فاز على الاتحاد السعودي باربي ذا قاله والمدرب الاتحاد السعودي والآن هو في الدور الإنجليزي درب وفاز على ليفربول والآن تم إقالة لويس كاسرو بعد التعادل مع الشرطة عندنا أن درجال يقول الكابتر هذا الشنيش بعد نهاية أولمبيار باريس هو من طلب فسق العقد ونحن وفقنا بناء على طلبه ثم خرج بتصريح يريد الاستمرار سنجلس الأسبوع القادم معه للبحث عن هذا الأمر واستمراره مرتبط به وأيضا بالمكتب التنفيذ للاتحاد الكرة السعودي محمد الاعتيابي يقول أحمد صلاح قام بتعريض المدرب العالمي كاسرو في مباراة النصر وهو أفضل مدرب في العراق جميعا ترى ابناء الخليج يمدحون العراق ومدربين العراق شباب اكتبونا بالتعليقات لاعب لم يحصل على بطاقة حمراء طوال مسيرته الكروية تصريح عدنان درجال يقول مقبلون على مرحلة تطوير ملاعبنا نطمح أن تكون بمستوى ملاعب إسباني وانقلترا وتطوير الدور فنيا وسيارات الفارج جديدة وصلت إلى بغداد وكل ما نفعله نريد أن ينعكس إيجابيا على المنتخب العراقي التصفية النهاية لكأس العالم 2026 الفيفا يختار الكاتن عدنان درجال الأفضل رئيس الاتحاد في التطور لجنة التراخيص في الاتحاد العراقي الخامس سويا إجراء قرعة الدور العراقي بتقنية الذكاء الاصطناع لأول مرة توقيع الشركة الإسبانية العالمية كيلومي توقيع العقد مع الشركة العالمية ذا برو لتسويق الدور العراقي وصول سيارة تقنية الفارلولو على مستوى العالم كيف تقيمون عمل عدنان درجال من عشر إلى الآن مانويل إليا ينتق إلى صفو فورتونا الهولندي تحت 21 عام فورتونا ينشط في الدور الهولندي الممتاز منتخب شباب العراق يتغلب على البحرين وديهم بنتيجة 1-0 في العاصمة تايلاندية بانكوك وهذه آخر مباراة وديها لمنتخب شباب العراق قبل الدخول في تصفيات كأساسية التونسي هو شامل خلصي عشرين سنة يشتغل بقناة بين سبورت قطرية وقاعد بقطر ولم يذكر الدوحة وله بتصريحة ومقابل الدقائق معدودة في أول ظهور له في تقديم البرامج على القنوات العراقية وتحديدا قناة الرابعة الرياضية أظهر بغدار بأجمل صورة ومذح العراق وملاعبنا وقدم ما لم يقدمه غيره من مقدمي البرامج العراقية الذي كلهم همهم لانتقاد حتى ولو كان الموضوع إيجابي تجدهم ينتقدون شرعت له إعلامنا العراقية تعلمون منه منتظر ما تجدقل كنت دائماً أرغب بالبقاءة مع هاماربي لكن كانت هناك بعض الفوضى لم أزدهر مع هاماربي لذلك قررت البقاءة لكن كانت هناك فوضى هل أرحل على سبيل العارة أم لا كذلك كان هناك اهتمام من عندي خارج السويد لكني أردت الاستمار أشعر الآن بأنني استعدت ثقتي التي أفتقدها بعض الشيء مؤخراً تحدثت كثيراً مع النادي بهذا الخصوص أما الآن فأنا سعيد وألعب مع الفرير بفرح المدرب القطري وسامريزق مدرب القوة الجوية يقول صدبت بما شاهدته في بغداد من حياة سلسة وهو ناس متواضحون الجميع يلقي السلام ويطلب استضافتي على الطعام دانيل السعيد شارك مع هاماربي منذ الدقيقة 74 في المواجهة التي خسرها مع تيفينتي بنتيجة 2-0 في الدورة لهولندي الممتاز منتظر محمد ينظم رسمياً لنادي النساج الإيراني بعقد لمدة موسم واحد رافضاً عرضاً من استقلال طهران الذي طلب منه توقيع على حقد لمدة ثلاث موسم تمكن نادي بارميونيخ للشباب من افتتاح مشاركته في دورة أبطاء وربع الفوز على دينامو زغرب الكرواتي بهدفها مقابل هدف حيث سجل يوسف نصراوي هدف المباراة الثاني وكان الهدف الأول من توقيع لاعب منتخب الوطن المغربي آدم أزنو هذه هي الكرة الرسمية للدور العراقي لموسم الجديد من شركة كيل من الإسبانية رسمياً نادي دهوك يتعاقد مع المهاجم المغربي شرق البحر قادمة من الوداد البيضاوي من نهاية المقطع اتمنى منك لايك واشتراك بالقناة وفعيل الجرس